حاكمة النمسي السوفلة يوهانا ميكي لايتنا بتقول أو بتدعو إلى فرض غرام 2500 يورو على رفض الاندماج رفض الاندماج من وجهة نظرها أن الناس ما تتقبلش أنها تتعلم اللغة وتحاول أنها ويمكن الموضوع ده أكيد مرتبط برضو بالخبر الأولاني اللي احنا قرناه اللي هو عدم وجود الود الكافي بين الناس والمجتمعات المختلفة هناك هي بتقول أو من وجهة نظرها نقص الاحترام تجاه النساء العنف في المدارس وطلبت بفرض عقوبات أشد على من يرفضون الاندماج ورفض الاندماج ده من وجهة نظرها اللي هو عدم تعلم اللغة الألمانية بصورة جدية وعدم الاندماج في المجتمع النمساوي بصورة أفضل من ذلك وبتقول أنه بدل ما كانت بدل ما هي ممكن هم عاملين غرامة ربعمية واربين أور لا هي عازات خليها الفين وخمسمائة أيرو يعني بصراحة ساذة فضوح أنا لن أطيل في قراءة هذا الخبر أنا أعتقد أن هذا الخبر هو عنوان عنوان المرحلة المقبلة للحكومة النمساوية المقبلة تذكر الأسبوع الماضي ماذا قرأنا خبر الاس بي او يدعو إلى التشديد في سياسة الاندماج وأيضا وجود عقوبات ويوجد سنة اندماج ومن يخالف هذه السنة سيخفف عنه المساعدات الاجتماعية وما إلى ذلك وفي نفس الوقت حزب الشعب يدعو إلى نفس هذه الرسالة والحكومة المقبلة بنسبة لا تقل عن 70 إلى 80% هي حزب الشعب والحزب الاشتراكي فبالتالي الاشتراكي فبالتالي الحكومة المقبلة حتما ستضغط في اتجاه أنا أسميها الاندماج الحقيقي وليس الاندماج الشكلي الذي انتهجه حزب الشعب من فترة سيباسيان كورس من 2015 إلى اليوم شكرا